توافق السمات الشخصية مع مسألة الأبراج وإني أبتدي أشوف بورجي بيقول إيه وأصدق ولما ألاقي الموضوع كم حاجة فيهم ينطبق علي ده بيديني مصداقية للكلام اللي بيتقال وبيخليني منتظرة بقى إيه لها هيحصل طب الشهر الجاي بورجي بيقول إيه وكتب أتكلم بحيك يعني في الفصل أنه ده بيخليني أنصاق ورا الكلام بشكل كبير أيوة ما زي ما قلنا قبل الفصل أنه ده بنسميه برنوم إفكت وده حاجة مشهورة في الطب النفسي أو فورير إفكت زي ما قلنا برنوم ده كان واحد بيقول أنه يعرف الغيب في القرن 19 لكن فورير ده كان عالم نفسي عمل تجربة مع الطلبة بتوعه وكتب النتيجة بتاعتها سنة 1949 التجربة كان أنه هو إداهم كل واحد ورقة بتوصفه بيقول أنا هدي كل واحد ورقة توصف سمات الشخصية بتاعته وبعد ما وزع عليهم الورقة قال لهم اللي اتفقت الورقة مع سمات الشخصية بتاعته يرفع إيده أما كلهم رفعوا قديهم فكلهم استغربوا أنه هو إزاي يعرفهم كلهم كده فلم الورق منهم وأرى لهم ورقة ورقة فطبعا إن ده شوء أنه الورق كله فيه نفس الكلام هي الفكرة كلها أنه هو الكلام فتفاض جدا ينفع لكل الناس زي كده لما أقولك أنت هتكسب فلوس السنة دي ما طبيعي هتكسب فلوس ما أنت تشتغلي فلازم هتكسب فلوس أي حد هقوله نفس الجملة هيكسب فلوس فعلا أو أقولك مثلا لما أقول على برج ماي البرج ده هوائي ده معلاء كل موليد البرج ده هوائيينه ما بيعرفوش ياخدوا قرارات لا طبعا ده مش حقيقي في حد بقى قال أنه الكلام ده ليه علاقة فعلا الميليين الضالة في فاصلة في عالم نفس أمريكي عمل دراسة على 300 فرد بيشتغلوا سياسيين وشخصيات مشاهير ولها أنه الناس اللي نكحين فيهم فعلا واللي سمات شخصياتهم بتتفق مع بعض مولودين في أشهر متقربة فعلا تمام بس دي الدراسة الوحيدة فيها مصدقية وقال أنه هيحاول يعمل دراسات تانية عشان يزبط ده لكن الموضوع طبعا ممكن يبقى فيه ناس أصلي خدي بالك تجربة العالم فرير بتقول إيه بتقول أنه إحنا كلنا عندنا صفات مشتركة ولكن كل واحد صفات مميزة أكتر من التاني في حتة وأقل من التاني في حتة فلما أقولك أنت طيبة ما أنت فيك جزء طيب فعلا ما ممكن يكون الموضوع متعلق يدخل بالنشأة بالتربية بجينات أنا تاني عايزة أفهمك بس هو الموضوع في تفادي إزاي لما أقولك أنت طيبة ففعلا فيك جزء طيب لما أقولك أنت شريرة أنت فعلاً فيك جزء شرير لما أقولك أنت عصبية ما فعلاً فيك جزء عصبي لما أقولك أنت هادية ما فعلاً فيك جزء هادي فالكلام كله هينطبق على كل الناس بس أنت مثلاً عصبية أكتر من هادية ده بيفرق بقى من حد لحد كان في تجربة برضو تعملت اتكتب عنها في الأديب البريطاني جونسون كتب عنها في كتاب اسمه العداد السيئة أنه واحد من اللي بيدعوا أن هم بيعلموا الغيب كان قاعد في وسط الناس ويتواصل روحياً مع الآخرين وبعدين قال لهم أنا سامع صوت حد بيبدأ طبعاً هو آيل قبل ما يدخل المكان أنه هو هيمثل ده أنا سامع صوت بيكلمني والصوت ده اسمي بيبدأ بحرف السين فقامت واحدة قالت أنا زوجي اسمه سام متوفى من سنتين وإحنا مفتقدينه جداً فرد عليها وقال لها وسام مفتقدت جداً هو كمان وهي صدقت أنه هو قال أي حرف والموضوع مش فمش معنى أنه هي مرة صدفت أو أنه عندنا صفات مشتركة يبقى كده فعلاً لكن فعلياً بقى احنا عندنا أصلاً في الطب النفسي 12 نوع شخصية بس كل البشر 12 نوع شخصية وبيتكرروا وعلى فكرة الشخصيات السوية هي شخصية بتغلب عليها أنها يبقى عندها أكتر من حتة يعني يبقى عنده حتة وسواسية وحتة هستيرية وحتة إنرجسية ده ده الطبيعي ده ده الطبيعي بتاع الناس مش شرط بقى يتوافق بس مثلاً لو البورجي مولود فيه مليون واحد هتلاقي منهم 50 ألف على أقل عندهم نفس الحكاية لأن احنا أصلاً الشخصيات كلها 12 شخصية فهتلاقي فيه بعض الناس فعلاً بتتوافق معاها ومولودين في نفس الشهر ليه؟ عشان احنا كل سمات الشخصية الموجودة 12 والطبيعي بيبقى عنده حتة من ده وحتة من ده وحتة من ده ولو عنده حاجة واحدة بتبقى مرضية يعني نقدر نقول إنه ده عنده الطراب الشخصية الهستيرية ده هنا مريض لازم يروح يتعالج لكن لو عنده جزء هستيري جزء إنرجيسي فهو مش مريض عنده جزء وسواسي وجزء فصامي فهو مش مريض